اشتركوا في القناة بقوة هذا الضرب اللي يبان فيها والكسور اللي عندها كنزة القصة ديالها حركة الحجر ولكن نظرا لاننا خاصنا نسمعوا للطرف والطرف الاخر وحتى المغاربة كي طالبوا انهم يسمعوا للطرف الاخر اليوم حاولنا اننا نتواصلوا مع المعنية بالامر المشغلة ولكن لقيناها في واحد الحالة هي السيرية اللي كتعاني لا حول ولا قوة إلا بالله حتى هي شد الفراش نعسب لي كالمون عن حسب دك الشي اللي شفنا الورق ديال الطبيب ديال الامس لانا كانت درت محاولة انتحار بالامس غير العائلة اللي سعفاتها اليوم معنا الحاجة اللي بغت تكلم وتفتح قلبها للمغاربة وتعطي حقائق أخرى عكس ما سمعناه من كنزك احنا كنسمعوك لجميع الأطراف غادي نسمعوك وغا نطرحو أسئلة ديال المغاربة على الحاجة الحاجة عيد طيالينا جينا عندك مرحبا بك على صوت العدالة نتمنوا انك تحلي لنا قلبك وتجاوبينا بكل صراحة وتجاوبينا المغاربة على الأسئلة دياله حكي لي امتى كنزكت خدمات عندكم عند من تقبل أصح وكيفاش كانت كتعاملها بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد النبي الكريم إلى جميع المغاربة داخل المغربي وخارجي فليكن في علم الجميع أننا احنا في هذه القناة اللي انا كنا نعرفها بالمصداقية ديالها احنا لبا كنتكلموه على هديك البنت اللي كنت كتخدم عند بنتي ما كنتش كتخدم عندي أنا كتخدم عند بنتي ولي يشهد الله أنني سأقول الحق لف بنتي ولف الخديمة هديك البنت ما كنتش كنتسميوها الخديمة احنا ما كنا نعيطولها الخديمة احنا ما كنا نعيطولها المساعدة كتساعدنا في أشغال وهي ما كنتش كتساعد في أشغال البيت بحضور تقم الصحفي احنا عندنا إفريقيات هذوك الافريقيات كان عملهم حسن المعاملون وانتوا ما كتعرفوا الافريقيات ما كيصبروا لا الضرب ولا الجرح ولا الكسور هذيك البنية كانت متابت بنتنا بنتيك كتعيش في مراكش جاتك كتجي عندي في رمضان كتجي عندي في الاعياد كتجي عندي في المناسبات كتجي مع هذيك البنية وخا مسألة ديال مراكش قالت أنها نهارلو الخدمات معاها في مراكش ولكن من بعد نقلت بها الهناية هذا هو ميت القصيد شكرا لك باش المغاربة لا داخل المغرب ولا خارجي شيبا وشبابا ليتهز القلوب ديالهم لهذيك البنت من حقهم وكيكون نقد وكيكون نقد البناء أنا ما كان قد احتشي واحد لا صحفة ولا منابر وإنما أقول الحقيقة ليهي الآن أصبحت مرة لأن الهجوم كان شارس علينا وخصنا نبينه الشعب المغربي والمغاربة والناس أن القانون فوق الجميع الدرك فوق الجميع القضاء فوق الجميع إحنا أبناء القانون والمغاربة والناس كيعرفونا أننا المغاربة كيمشيوا دائما بالحنان وبوحد العطف وبوحد الحينية لكن خصهم يعرفوا الخبايا هذيك هاتسيدة هذي اللي يطلب في المغاربة ولو يكون مواطن بسيط وجا عندنا ويعرف هذي البنت في القجات المحمدية أسبوعيني فقط كانت تعيش بمراكش ومراكش كان الأخت ديالها ورجل أختها هذي الناس كان من حقهم أنا كنقول الشعب المغربي ما يلومناش غير حنا وأنا مع الحق إلا كانت بنتي غلطة تعاقب وإلا كانت هذا البنت كتبلاع لها تعاقب إلا كانت هذا البنت عندها هذي الأشياء جاءت بهم من عند أختها اللي كانت تعيش عندها كانت تعيش عند أخي ديالها وأختها كينة في مراكش ورجل أختها هو اللي جابها البنتي إمتى جابها البنتك؟ جابها البنتي في شهر 3 أو 2 أنا لا أجزم باش ما نكونش كدابة عند الشعب المغربي شهر 3 أو شهر جوج أنا هاتشي لكين بمعنى 1-5 شهور دا وهي تقول أنا 8 شهور وهي معاكم أنا لا أجزم أنا كنقول لك العلم ديالي به أن الزوج ديالي كان رحمه الله كنت ما عنديش سعدات باش نعرف أنا لا فقشت ولا فقش مشت أنا كنقول الشعب المغربي اللي اشتب عيني وعينته وسأحاسبوا به لا مش قدن الشعب المغربي اللي فيه 45 نسمة أمام الله عز وجل أن البنت كنت كتجي عندي في العطال مع السيدة اللي كتعمل عندها يا ولدتها بنتك؟ بنتي كتجيبها معها وكتجيب الإفريقية معها كيجيب 3 بهم والوليدات أنا عمر لي ملاحظة لا قصور ولا ضرب ولا شرح لو كل لحتهم يشهدوا علي الله يشهدوا علي الله ثلاث مرات وهذه الشهادة قد تخرج من رحمته الله لو كنت أنا هزيتها وديتها الطبي وعيد تلم أنا في رمضان نهار 13 رمضان عيت على أخوها مع الصبح كانت عندنا قلت لي مويل حجاب غيرت نمشي نشوفهم في رمضان عيت على أخوها جاوبني ثلاثة دي المكالمات جاوبني سلام عليكم الله يحصل على رمضان والدريك يكونوا دائرين قلت لي يا وليدي الله يعطيكم السر فين بغيتونا نجيب أنا وبنتي ونجيب لكم البنية قال لي يامي الحج قلت لي نعم قال لي عيت على أختها ورجل أختها اللي يجبوها لكم أنا ما عندي سوق فيها لها في المهر عيت على أختها وعلى رجل أختها لا دعية لذكر الأسماء قلت لي فلان ابنه فلان الله يرضع لك البنية اللي يجبتي الكنزة لا يرضع لك هاجي تأخذها قلت شنشو ما في مراك شولي هنا هنا في المحمدية أجاولي دي تدوا لبنية ولما بغيتو شاب عور لنا فين كينين وكان نحك معا قلت لها نفطرو عندكم ونجيبو لكم لبنية راها وموراتها را بصاقها ورا دي شي الله لي كيعلم به اللي شرينا ما علي على أساس دوز معهم هي رمضان يا قلت لك لا مش هدوز معهم رضا هي تشوفهم ما هي كتصعر منهم كتقول لي أمي الحجة خليني معكم را كنمشي التمارة خليني معكم را كنمشي ضربوشية كتقيل نعسى وانا نشد لأولادها ومني كتنوت كتشير عليها بكذا وكذا أنا ما شفت هد شي ولكن على لسانها هي ولو يبغي المغرب في أوروبا ولا في المغرب على ما فقتي أنا يدروا لي مواجهة معاها أنا نجيبهم أنا نجيبهم ونحط أحدا ونقول لها بنيتي شنو قلتي لي قلتي لي ودني ضربني الأستاذ باللوحة نيكن صغيرة وراني كان عاني منه وجبت لك تقطير وقترت لك وقلتي لي أمي الحجة أخوية تفعني علي يدي وراجل أختي تفعني من تدروج عيت أختي وماماك هذيك سيدة أنا ما نقول عليها ولولي أنا مراك ميرا جاوبات نيكن مك يش ونحط العيالات على ابنتهم قلت لي الحجة حطوها في مراكش لا تجيبوها لي الضوار قلت لها الحجة قلت لها البنية رغضي لها مراكش قلت اخت ها هي هزت قلت لأمي الحجة أنا ما هنمشيش عندهم أنا بغوي يديولي فلوسي هي تضغطها مع الربعة ونصف العجية قلت لها فنوما الفلوس المك بجدوز على عينها هي فجلت لأم ديالها عند درج البنت يلطر حلي هالباب قال لها انت الوالدة هادخلوا 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 من الطبيب واشراء المغربة الشعب المغربي انا هادخلوا كل شي اعطى اشيك بسميش ايه عندنا في السينة الفريال ده ما غديوصلك ده ما غديوصلك وغديوصلك المعطيات وغديوصلك الفيديويات هاد لبنت يا الشعب المغربي يا المغربة كنعرفكم احنا وخايرتونا وخاسبتونا وغطلبتونا الاعدام وغطلبتونا كل شيء بقدره وكل شيء بامر الله غير لي غنقول لكم واحد الحاشا احنا ده ما كنفسروا لهذا القناة وهذا القناة رحنا غنديرو فيها التقي وغدا نعطوها المعطيات وغدا نعطوها المستنادات وغدا نعطوها الفيديويات لأسبوع الفريط هما بكعشوش في المحمد ياركو مغلطي هما كعشو في مراكش وجاء الأسبوع اللي داز وغدا تضل البحر ودينا فيديو كتعم فيه مع الدراري هنتو ما غد شوفوه واش اللي مهرسة من صدرها كتعم في البحر واش اللي مهرسة من نيفة ومهرسة من القفى الصدري ومن العمود الفقاري قيالة في البحر وكتاكل في لغلاسكو تعم مع الدراري في الرمضة وكاينة افريقيا كتدوبي من إجليزية غدي القناة المحترمة وهذه يدوزها على قناة السعب الكبير أنا ما عندي مشكل أنا دماغي كن في سريكم شوفوا أي خبير كتعرفوه أنا كن قولوكم من هذا المنبر أي خبير أو طبيب عندكم ثقافي تتجهل هذه البنت وأنا سأكون مكلف بجميع الأشياء وحتى هذه البنت إلي كانت مضروبة ومقهورة ومحقورة فإحنا وليدها إحنا ما عرفنا شنو بقي لنا أمام الله عز وجل أنا كنقول الحق لو لكن إلي كانت مضروبة مقهورة من طرف بنتك الحاج خص العقاب شوف القانون فوق الجميع بنتي لا تعدت الخط الحمر وحقرت على هذه البنت وضربت هذه البنت هي ولا زوج لها ما عندي مشكل القانون كيتطبق على الكبير على الصغير حنا كنعرف القانون المغربي أنا القانون مستقل وقدر ختمته وما يجي حلم من بنتي ولا من دادي ما يعرف بنتي ما يعرف المشغلة واخا الحاج سورك على واحد النقطة أي كانت قالت ها هي أي أن بنتك نهار الأول فجبتها عندك تقول أنا قضية تحقيق وراجلي كولوناير وش هذا بصح أبدا أبدا هاد البنت اللي عليها هاد الشوشرة وهاد الوحشية وهاد الهجوم الشرس رأى ما كتعرف شحة العربية بزر هاد لش ما كتعرف العربية لأن باهم كيدوي باهم الله يرحم كيدوي كيدوي بالفرنسية عاشوا بزر فرنسا كيمشوا كيجيوا الفرنسا كيف هاد البنت غادي تقول لها قضية قوية ما كتعرف ميزر العربية غا منيليك لأن كتشي مكيج أبدا أبدا إطلاقا شنو العمل لبنتك الحاجة بنتي كانت في فرنسا كان خدمة مع الأسرة ديالها لأن بحكم الأسرة عندها مشاريع فرنسا كانت خدمة فرنسا دخلت توجت بهت السيد قال ليها ما هاد تخدمي ما غدرت حاجة قبل أولادك ربّة بيت ربّة بيت ممتازة قال صف دارها رجلها رجول كيعمل في المجال وفي شركات ديال ببه مقاوين كيعمل في شركات الكاميونة ديال ببه موكي ما عنده تعالق لأمن ولا بجوج والدي لا معيد كل البعد لا آمن ولا العسكر أنا فسرت هذا شي لبعض الناس راه ماشي كولوني لا عسكري ولا أمني لأن الأمن رح فيها العسكر فيها 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 والمغرب ديال رح معروف على رؤوس الأصابع كيب مكا الكولونيل معروف واش غي سمعوا كولونيل داروا هاد الهجوم واش كولونيل غادي دير هاد الضرر كله واش أمني غادي دير هاد الضرر كله أنا بالأحرى هو ما أمني ما درقي ما كولونيل ما ما تشي حاجة هذه نقطة جاوبتنا عليها رجع الاعتداء هي كتقول أنه كي جي سكران وتي يضربها هي بنتك هتا هي كت تخاصم كتبغي تضرب ولادها كتبرد فيها هي الغضيد سي عبدكبير أنا غادي نقول لك أنا أخصص لك لأن كلام لا بغيت نفس سر المغربة يبقوا يسمعوا ويمنلوا مني أنا غادي نفسر لك أي مرأة في دارها تعصم مع ولداتها أي مرأة تعصم مع رجلها أي مرأة تعصم مع الحياة اليومية أما بالنسبة الرجل هكي يجي سكران هذي كحرية الشخصية كلنا عندنا أنا كنصلي هو كنصلي أنا أنا هو كنصلي أنا كنخرج كنسالة ما رجل بنتي أنا كنقول لك هدك سيد ورغم ما يضرب الشفار هدك سيد عنده العالم بوحده هدك سيد رغم ما يدخل فيها ما يضرب ها ما يقول هل على شريط بالعكس هو كان يعطيها إلا كان سكايري شغلوها ذاك إلا كان يشرب شغلوها ذاك رغم كل شي الناس كان كان حريت الشخصية وش أنا هدخل في النسي بي نقول عشك تشرب ولكن هدخل فيه نقول لك هدرب هدك البنت وغير يضرب هده النهار الأول وغير هده 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 المغاربة راح ما يمكن لبنت راح عندها نفي صام الشخصية وأنا أجزم أمام السعب الكبير والطاقم درو خبر لها البنت هي لقاتها تغطيها ككل ولادها كيف لقاتها تغطيها ككل ولادها ودلت بهذا شيء أمام المسؤولين أعباد الله قالت عند الجندار أمام الضابط القضائية فشعيط لها إي قتله بالشيطان العبية وغي الشيطان وغي الشيطان وغي الشيطان تعطي درري ككل دباب بنتك فشعيط لها الضابط القضائي وتسنت لها حكات لهم هذا والخراق كنزة أكدت أنها دار شوف أولدي مبعد إلى الكذيب وحب الكذيب قصير راه نقدر راه نقدر نمشي مع هاد الناس جوز كابو راه هاد سيدة راه نهار لو قتلهم عندي 17 عام المول تاكسي ومول تاكسي خرج بوحد شراسة و 18 العام البنت 28 سنة ودخل 29 سنة وعند هذا عقدة من الرجال وعند عقدة من الزواج وعند علاج البنت ينهر له وصف حالها قبطت الكسخون حشا المجتمعين الكرام حشا المغاربة داخل المغرب وخارجها ودرت كفر كسرون مليش قتل لقات داخل بها الكوزينة قتل لها شنبغيت قتل وغي وإلا كنت كدها أو كنت كنفتري أو كنت كنصطانع الكديم هذا شيء أمر العدالة وأمر القانون وخار واش بسبب هذا الفعل هذا منتك تكرفصت عليها منتك ما تكرفصت عليها أنا كنقول لك نقدر نقول لك ترشدها منلقات كاف الكسر هنا كعينة نقدر نقول لك سبتها كعينة أنا مرة في عمر السبعين عام ونلقى شيء خادمة أو مساعدة كتدير لأي ولد وخام يكون ولدي أو في الجمعية ديالي أو شيء حاجة أو في هذه لقاه كاكا سنقضيها قضائيا لأن هذا كسم هذا كسم وحد ما رلقات عندها لطوغش وحش المستمع الكرام وحش المغاربة ديال حق الشر مخبيهم في الكوزينة مع العطرية اللي بنت حمقى اللي بنت عندها انفيصام شخصية معرفوات الهنا الهنا ومني كان تريد صفتها هي في الجب تقول لها شي 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 عندي الطبيب بش يعطيكم أن عندها انفيصام شخصية الحاج أنا اللي مشيت مع بنتي فاجدتها ودنيها كان تخمجت لها بالماء وقال لها قول لها عارفة هنا لو دن مني ما كانت تغسل ويكون فيها تعفونات كان دير تقتيرة ولكن ما كانت تغسل ما كانت تنسح ودنيها وهي قتلي الأسدر مني مني كانت صغيرة الودني وهرسلي ودني من هنا وهذا شي سيعرفوه للشعب المغربي لأن هذا سولوع لها الدرك وهذا سولوع لها القضاء وغتكون أبحاث وغتتكون كونترفيزيت وإلى حد البندرت هاد شي وهي ولا راشل هيتعاقبه وإلى ما تعرفوش الشعب المغربي كانت من يكون صفح ويكون وتشوفوا بعلا الاعتبار على ماشي يكون شي أنا ما كان عمام لأن بعض الناس يتلبون الإعدام بعض الناس يتلبون السجن السجن ليس بيدي أحد والإعدام ليس بيدي أحد بيدي القانون والأبحاث وديك السعاد كل واحد يأخذ الحق وإلا كانت مريض الله يش فيها وش الحاج سؤال المغاربة وش كتخذري معايا دابع بحكم أنك مآمن بالقانون ولا بحكم أن عندكم نفوذ بكل صدق والله يشهد وأنا أجيب عليك وعلى السيدة اللي خرجت البارح في الإقامة اللي كتجي لها بنتي في الصيف اللي كتقول عندها نفوذ والدرك مدارش وفاعل والدرك القديم والدرك الجديد اسمع يا ولدي العزيس راه النفوذ مكيناش في المغرب دابع حاليا اللي دارش حشك يتعاقب عليها والنفوذ ولكن النفوذ الأرض كان ينفوذ السماء وكل حق يالله الله أنا معه هذه البنية ولكن مع الحق أنا بغيت غيه إلا كانت محقة بنتك التعاقب إلا كانت محقة بنتي التعاقب وإلا كانت هذه البنت مريدة وخوها اللي عمرها وقال عندهم الفلوس ندروا لهم هذه اللعبة واخدهم عندهم الفلوس يتعاقب أنا عرفت أنا ما كانت مغيت نخرج به هذا وخا بالنسبة للخلاص الحاجة وشكتوك تخلصوا هذه البنية هذه نقدر نقول لك إيه وغا تكدبني شعب المغربي ولكن مني التليفون كدابة غا تجيولو الشيكة وغا يجيب له غا يجيوه اللي كانت الواجبات والأداء غا تقول لي يا مل حجا صلعن بي لحد لم يكن يدوي بلدها لأحمق مؤخرا جدد السين الفريال أمها جدد السين والدد ثلاثين في ثلاثين كيعاون هوم هذا اللي كتقول إكسكيري كيعاون هوم كيعطي هوم أبار الخلاص دياله أبار الخلاص هي حركة دير الله في الخلاص دير الله خمسين الفريال وكيزيدها هو عشر الفريال لما هي ستين هي ستين وبعض المرات أشياء كيعطي دائما ستين كيعطي فلساتها وكيزيدها هو بعدها إنسان لي ما كيتحاسبش هو إنسان لي ما كيعطي بدون مقابل والله يشهد علي رمشي حيث هو راه هو أحسن من بنتي على ألف درجة هو راه صاحب الفقير وصاحب المعويز وصديقي لاتصاحب معه وعيد نغفتين يفون في الربعات الصباح يلقاه قدامه راح شو ما تكذب عليه الهجة باش من انطولش عليك بزاف غتي سؤال أخير بقالية معاك واش بنتك في تمدوز الحبس على العنف سيدة اللي قالت بنتي تمدوز الحبس على العنف بنتي مع مرها مدخلت للحبس العنف بنتي كان هاد سيد جغط بها أنا كنقول الشعب المغربي الحقيقة ومنخرش من الجيل دياني وغضيت لقوني من الناس يقولوا حاجة من سلموش عليك أنا النصف المغريب كيعرفني بنتي كان زوجت بهاد سيد جاءوا عندي الدار لتحت الفيلا ديالي داروا الخطوة ديالهم بقاوا على استمرار واحد مرة في رمضان جاءت زوجة دياله قلت له تزوجتي وأنا بقى على الدين ما ديالك جاءت لهم جدر مية كانوا نقاش بسيط وتقدموا الوكيل الماليك ما عنده مش خيانة زوجية دليت أنا بالصوار وبالطلبة جبتهم والناس اللي داروا فاتحة وبالوراق اللي المعتمدة عمرها ما دوزات الحبس بنتي بنتي الجام دوزات الحبس ولا كو كل الصلاحية تقلب هذا يعني غير فلانتير ريت غد جبد شكرا الحجا كنشكرك على الصراحة ديالك وكنتمنى وأن ناتش اللي قلتي لنا يكون صادق ويكون صحيح والقانون هو اللي ليه الكلمة الفصل في اللول وفي الخر فالقضية كلها بقى يالله غدر تقرير طبي وغدر شهادة طبية عند محلف باش النيابة العامة تقول كلمة ديالها واش هتسيدة غد تعتقل ما غد تعتقلش وكذلك كين كين قضاء تحقيق وكين جلسات فالقضية ما كتساليش هنا و كنتمنى أن الأجوبة ديال الحاجة تكون شافية للمغاربق و واحد النقطة أنا في صراحة رامل اللي جيت لنا راتفاجئت أن الحاجة واحد شخصية معروفة في العمل الجمعوي بتمنى من الله عز وجل أن الشخصية اللي كان عرف للي الحاجة هي اللي تكون تكلمات معايا دابق شخصية الصدق اللي كان عرف فيها هي الشخصية اللي تكلمات معايا دابا عزائي المشاهدين ما قديش نطول عليكم ونشكر الحاجة أن كانت شجاعة وقدرات جاوبنا كان معكم في تعليق الحراب عبد الكبير إلى اللقاء